يبقى لو قال لي ما المقصود بالديمجرافية هو علم يهتم بدراسة السكان من حيث النمو والتوزيع والتركيب تعال بقى نبدأ نتكلم عن كل خاصية منهم اللي هي النمو والتركيب والتوزيع احنا تكلمنا عنه في الدرس اللي فات نبدأ نشوف مع بعض كده النمو بص كده معايا على الرسم البياني اللي قدامنا ده بيبين لنا معدل الموليد في القرات على مستوى العالم كله سنة 2014 وبالنظر للمعدل دوت اللي هنلاقيه قدامنا هنلاقي ان المعدل العالمي السكان في العالم بيزيده بمعدل اديء بمعدل عشرين في كل الف خد بالك المعدل دوت ايه قصاد كل الف شخص يولد عشرين طفل ده كده المعدل بتاع العالم كله قال لي في بعض القرات عندها المعدل ده مرتفع جدا زي قارة افريقيا يبقى ركز معايا في الحتة دي يرتفع معدل الموليد في الدول النامية واكثر قرات العالم ارتفاعا في معدل الموليد هي قارة افريقيا طب المعدل فيها قد ايه 36 في الالف طب هل انا مطالب بحفظ الرقم نصا لا انا عايزك تبقى عارفه للاستدلال بس تبقى عارف ان اكبر قرات العالم من حيث معدل الموليد هي قارة افريقيا واقل قارات العالم من حيث معدل الموليد هي قارة اوروبا معدل الموليد فيها 11 في الالف يبقى كده نسأل سؤال تاني مين الاكثر في معدل الموليد الدول النامية ام الدول المتقدمة طبعا زي ما قلنا الدول النامية تعال بقى نمشي مع بعض نقطة نقطة يبقى هنا كده بص معايا يبلغ معدل الموليد في العالم زي ما قلنا 20 في الألف ده المعدل أو المتوسط بتاع العالم ويختلف زي ما تفقنا من قارة لأخرى ومن دولة لأخرى قلنا بعد كده لما هندرس الرسم البهائنا empire هنلاقي أعلى القارات في معدل الموليد هي قارة أفريقيا والزيادة تصل فيها أو المعدل آسف مش الزيادة هنقول المعدل 36 في الألف ده معدل الموليد فيها طيب بعد كده أقل القارات قلنا قارة أوروبا ومعدل الزيادة فيها أو معدل الموليد فيها يصل إلى 11 في الألف طيب نسأل بقى سؤال يا طرى ليه قارة أفريقيا هي أكثر قارات العالم في معدلات الموليد وده على فكرة ممكن يجي لنا فكرة سؤال يقول لي بقى نفسر تعد أفريقيا أكبر قارات العالم في معدلات الموليد هنا نقول ليه بقى أولا بسبب انتشار الأمية والفقر في معظم دول القارة إذا الفقر يخلي الناس تتخلف أو تنجب عدد كبير من أبناءها الفقر لأن أبناء قارة أفريقيا أو أبناء العالم النامي بيفكر أنه هو حالته المادية ليست بالحالة الكبيرة فيبدأ يفكر أنه ينجب أكبر عدد من الأولاد يساعدوه وكذلك فيقوة على الأسرة بسبب انتشار الفقر والأمية الأمية يعني عدم معرفة القراءة والكتابة أو كلايهما وده معناه أن الأسرة ورب الأسرة مش بيفكروا في تنظيم عدد الأفراد وتنظيم الأسرة وتنظيم داخلها وهكذا تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن ترجمة نانسي قنقر